طبعا بالنسبة للمسيحية الخلاص هو مبادرة إلهية على حساب ما فعله الرب يسوع المسيح ومن ناحية تاني النموس الشريعة في الكتاب تظهر عجز الإنسان لأنه من حفظ النموس كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل فالموضوع هو مش موضوع خطيئة وحسنة الموضوع كله بيتعلق في هوية الله في شخص الله في طبيعته القدوسة أنه الخطيئة هي إهانة واحتقار موجه للإله الغير محدود مشان هيك إحنا بنقول إنه الإنسان عاجز عن تخليص نفسه لو صليت ولو صمت ولو رحت على الأدس ومكة ورحت كل مكان الله كيف بينظر إلي هذا هو السؤال الأهم